في اليوم عن الكذب الموضوع اليوم الموضوع عن الكذب بس كذب الأطفال خلينا يعني نروح على فئة منها ولا نحكي فكرة الله يا أنا معاك الهشد في ناس هشيتة بهشتوا وعرفتوا بس لا حبيت والله الموضوع اللي بعدتي كثير تتحلوا رهوفا يعني أول إشي اللي واحد بيستغرب أنه الأطفال بيعرفوا يكذبوا دايما إحنا بنقول إذا بتكتعرف الحقيقة احكي مع الأطفال من أفواه الأطفال مية بالمية طلع الكذب عند الأطفال إلو أنواع ولكن أيضا إلو أسباب الأطفال ما بيكذبوا بدون سبب أو بدون اضطراب معين وتخيلوا دايما بيقولك مثلا تخيلوا قدي الطفل سفنجة وبيتعلم كل إشي من أهله مش من التعليمات اللي بيقولوا لهم اعمل هيك وما تعمل هيك من البيئة من أرضية البيت لما الطفل مثلا بيسمعك انتي بتردي على واحدة من صحباتك بتقولي لها معلش لا صاري أنا هلأ باجتماع وانتي قاعد بالبيت ما تكذبي قدامهم اه أنا ما بكذب قدام زي بكذب لحابي اسمعي طب التبهير يعتبر كذب اللي احنا منعمله اسمعنا هدبي هدف الدعابة اه اسمعنا رهف شو منعمل مثلا بتصير قصة قدامي بحس إنه اللي قدامي كان لازم نحكي هاي الجملة بتطلع أقوى اه بتضحك أكتر فأنا بمسك القصة أز إز بنقولها طبعا مش ببهر كمون عباء بابريكا باربيكا شو اسمها بابريكا والله العظيم رهف أنا ورهف عنا هاي لسكلو بعدين الحلو أنا ورهف منكذب قدام الناس بيقصص إحنا ما رأى معانا أنا عارفة إنه رهف عارفة إنه نادي عم تكذب وهي بتمشي معي هاي الصداقة هاي الصداقة طبعا مية بالمية حبيبتي أنت تعرك كبر موشي عبري في نوع النوع الأول بيقول الكذب الامتلاكي كثيرا ما يلجأ الأطفال إلى الكذب رغبة منهم في امتلاك شيء ما من إخوته أو من أصدقائه أو من أقرانه بأي مكان كامتلاك الألعاب أو دفاتر الرسم أو الحلويات فبيكذبوا مثلا أنا مريض أنا تعبان أنا بدي أبكي إذا ما بأخدها هلا ماما هذا عشان يتملك إشي معين والأطفال أذكياء جدا صح جدا لا تستخفي بذكاء ابنك أو ابنتك ليش؟ لأنه هو يحتال حتى يصل إلى مبتغاه أنا جديد اكتشفت السولافة يصيري عيط لي دمعتين خلص يا عمري ماشي بعدين اكتشفت بصيرش كل شيء نقول له ماشي لأنه الحياة مش ماشي الدنيا مش ماشي طبعا الأيام مش ماشي أنا عندي جوه البيت كوي بقدر أنه يعني نوعا ما تكون المتطلباته يعني أتليست البسيطة مقدر أنه نحققها ولكن لو قدام الدنيا رح تعطيه صفعة ورا صفعة ورا صفعة ورا صفعة فأنتي إذا بدك تحرمي ابنك من مفهوم السعادة الحقيقي ضلك أعطيه اللي بده إياه أنا عم بقولك ياها ابنك رح يكبر ويوصل إلى مكان وإلى مرحلة لو بتجيبينه لمبرغيني ما بتعب بعينه ما بتعب بعينه فأنتي هون عم تأذي أنتي هون عم تظلمي أنتي هون عم تمنعي أن يكون سعيدا اعتقادا منك أنه أنت بتحميه من الخيبات أوكي ماما مش أوكي ماما صدقوني يعني هاي أنا أتمنى أنه كمان أصير أطبقها بشكل أكبر لازم نقول لا انتهينا لا يعني لا طبعا وبتعرفه قد في مشاكل بتصير عند الأشخاص البالغين يعني أنت لما بتشوف شخص نرجسي بتشوف شخص عنده اضطراب نفسي بتشوف شخص مش متعودي نقل له لا بتشوف شخص عنده كبرياء بطريقة يعني مبالغ فيها هذا ليه هذا لأنه هو عاش ببيت ما نقل له فيه لا فهم فكر أنه كل الدنيا زي أمه وأبو عشان تبقي تقولي لا بالضبط طبعا لا فيه أنواع كذب عند الأطفال يعني صراحة كتير كيوت هاي الكذب التقليدي والكذب الالتباسي قال بيقولك مثلا مرات بيصير الكذب التقليدي عند الأطفال اللي هما بيصيروا يقلدوا شخصيات موجودة بالبيت يعني أبوه أمه أخول كبير أي شخص هو شايفه يعني قدوة بحياته الكذب الالتباسي هو لما يصيري ألد الشخصيات الكرتونية أو الشخصيات اللي بشوفها ببرامج الأطفال بتقمص هاي الشخصية فهذا بالعكس أنا بحس هذا نوع من أنواع الخيال يعني هلأ مثلا أنا وأنا صغيرة كان عندي هاي الموهبة أني أنا بألد أي حدا بشوفه فمثلا ماما صارت عشان ما يزعلوا قريبنا لأنه أنا بألدوا لكل كبار صغار كذا صارت قولي ركزي علي على التلفزيون آه بلاشت ركزي على أشخاص نعرفهم عجب ما تبين ما زعلوا بزعلوا عجب ما تبين كمان فيها سخرية وهيك يعني بالضبط شوفي رهف صار موقف مع صاحبنا هداك اليوم يا الله شو احترمت شو عملت وشو هيك حسيت يعني الموضوع هي نفصلت عن الأب عندها بنت فالبنت دائما تدعي أنه إتس أوكي كذا بس البنت حزينة يعني أكيد يعني بعد الانفصال أو الطلاق الأطفال بحسوا أول إشي بحسوا أنه أنا اللي خلي يعني بحسوا بي بحالة من الذنب مرعبة الموضوع فتقولها ماما أنت متدايقة أنت كذا لا لا فمر رقلت لها ماما أنا عم بكزب أنا لما قولك أني أنا مش متدايقة أنا عم بكزب أنا متدايقة وأنا كتير بحب أنه أنت وبابا تعيشوا بنفس البيت وكذا شوفوا شو عملت الست شوفوا الفكرة قديجوا هنمية راحت جابت عرفت الليغوز عملت بيت الليغو فيو منهار واقع خربان وفيو كاركترز أب أم بنت وعملت بيتين كتير حلوين بالليغو بيت فيو أب بيت فيو أم الطفلي هون والطفلي هون قالت لها ماما أنا رح أعطيكي خيار وأنا رح أمشي على اللي أنت بتختاري وعد قالت لها إيش قالت لها بدك بابا وماما يكونوا بهذا البيت الواقع وتضلي أنت معاهم التنين وتلعبي معاهم كل شيء بس البيت واقع واقع عراسنا ولا بدك أنت تلعبي هون ببيت بابا وبيت حلو وبيت ماما وبيت حلو يو شوز صفنة البنات قالت أنا ما بحب هذا البيت بشع خربان يا الله قالت لأ أنا بحب هدول البيتين خاص بلعب شوي هون بلعب شوي هون شوفي ما أحلاها شوفي ما أحلاها ما أحلى الفكرة وما أحلى الأم وما أحلى التفكير أدي حلوة كتير أدي حلوة فالبنات اختارت ما بدها البيت المدمر اختارت بيت حلو شوي عند بابا شوي عند ماما ولا إني ألعب ببيت مدمر فيه بابا وماما هلأ إذا بنا نحكي عن أسباب الكذب عند الأطفال هلأ أول إشي في عندك موضوع الخيال الأطفال دائماً كل النشاطات اللي منحاول كأباء وأمهات إننا نعملها هي لتنمية خيالهم فالطفل عنده خصوبة بالخيال وهو بسنوات حياته الأولى فبتلاقي بيلجأ مرات للكذب أو للمبالغة إذا بدنا نسميها من باب إنه خياله واسع أيضاً في مرات تخيلي على حماية نفسه من الضرب يا عمري إنه أنا ما عملت هيك عشان مثلاً أمه أو أبوه ما يضربه هذا شيء كثير بيحزن ودائماً منقولكم إنه يا جماعة الخير الدنيا كثير تطورت وإنت ما بتعرف حجم الأزة النفسي اللي بتسببه لإبنك أو لبنتك لما تمد إيدك عليها كثير سيئ خصوصاً كأب والله كثير الأب صح الأم بتظل فيها حنان الأطفال يا جماعة عندهم خصوبة في الخيال يعني الطفل دائماً خياله بيكون جامح بيخترع سيناريوهات بيكون عنده مرات أصدقاء حتى وهميين وعد معه على الطاولة بيقولك عفكرة عززي فكرة الصديق الوهمي إذا هو عنده imaginary friend ما تحسسي إنه هذا هابلو حكي فاضي لدرجة إنه أنتو عم تتغدوا مثلاً أعد مثلاً imaginary friend معكم على الطاولة وحطو له صحن وكاسب آه هذا عادي ما بيخول لا 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 هاي 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 هدا جزء من يعني من خصوبة الخيال ويجز أوكي آه ويجز أوكي صح زيد كان عنده imaginary friend زيد كان عنده imaginary friend رهف صاحبتنا اسمها هانا هانا راجعة من الشغل شغلها ساعات وطويلة راجعة من الشغل فابنها فاتت هي شلحة البليزر عشان أحكي لكم عن خيال الأطفال المهم فهو فات على الغرفة لبس الجاكيت تبع أمه ويجا قالها مرحبا كيفك شو أخبارك أنا هانا انت مين هو تقمص شخصية أمه فقالت له أنا ديمة كيفك ديمة شو أخبارك قالت له شوفوا كيف قالت لها هانا انت هلأ راجعة من الشغل تعباني قال آه كتير كتير صراحة تعباني هلأ كنت بالشغل ومو عادي حتى ما قضيت وقت كتير مع ابني فبتقولها يعني انه ابنك بتدايق لما ما تقضي معه وقت قالت آه بتدايق بس هو فاهم علي انه أنا بروح الشغل عشان أجيب له ألعاب عشان أجيب له مصاري وكذا فقالت له طيب يعني انتي هانا شو بتحسي ولادك ناقصهم كيف يكونوا مبسوطين أكتر قالت يعني لو ولادي يلعبوا معي أكتر لما نلعب لعبة السوبر هيروز يمكن بيكونوا مبسوطين أكتر لأنه أنا ما برضى ألعب معاهم شوفي انتي خيال الأطفال كيف يعبروا عن احتياجاتهم طبعا بعدين قالت له طب ياهنا انتي ولادك بيحبوكي قالت بيموتوا فيي الطفل خياله واسعوا على فكرة خليه يعبر عن حاله من خلال الخيال لأنه هم بيحكوا صدقا بخيالهم بخيالهم طبعا فيمتي علي طبعا لا تكبحي جماح خيال طفلك حتى ضيل كرييتف مية بالمية في أطفال بيخترعوا قصص وبيألفوا قصص وبيبهروا وبيبالغوا عشان يضحكوا أهليهم عشان يدخلوا السرور إلى قلب أبوه أو أمه وهذا الأشي على قد ما هو حلو على قد ما هو مخيف طبعا ليه؟ لأنه إذا الطفل وهو صغير تحمل مسؤولية إدخال البهجة إلى قلب والديه معناته هو عارف أنه هم مش مبسوطين طبعا وهذا الأشي كتير بيحزن لأنه الطفل ما بيحب يعرف أنه أهله مش سعداء طبعا هذا بيقلل من أمانه العاطفي والنفسي وا 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 فبالتالي لما تحسي أنه ابنك عم بيبالغ أو بيكذب عشان يضحكك ويبسطك احكي معاه افهمي شو وحاولي تكوني أكثر سعادة لو أمامه بس هم بيحسوا طبعا بحسوا صعب نكذب عليهم صعب كتير نكذب عليهم بعدين في شغلة زي ما قالت رهف دائما يعني حركات الأطفال دائما بيكون إلها مغزة مثلا بعرفش إذا بتلاحظوا ابنك أنت مثلا عندك أربع أولاد بنات أولاد يعني في طفل منهم دائما صوته كتير عالي أه أنت بتنزعجي يا ماما وطي صوتك يا حبيبي وطي صوتك بتعرفي ليش صوته عالي؟ بده هيكي تشوفيه بده أتنشن بده يلفت الانتباه طبعا بكون أنه أنا ماما شوفيني بين إخواني فهو بعلي صوته كل حركة جسدية كل تصرف غير طبيعي أو غير متوازن كتير أو مبالغ فيه طبعا في من وراء رسالة افهميها لا تتجاهليها ولا تكتفي بعقابه فقط أنت دائما صوتك عالي ما هو ليه صوته عالي؟ هو بحاول يقولك شيء مقدر يقولك بشكل مباشر طبعا هذا اللي عم نفهمكم الصحة النفسية للأطفال تبقى معهم حتى عمر المئة سنة اللي أنت بتبنيه بالخمس سنين وسبع سنين وعشر سنين هو بعيش عليه كل عمره وبتعامل بناء عليه مع أولاده ومع زوجته ومع مجتمعه ومع محيطه كثير مهم نفهم هم شو بدهم منا؟ شو عم بحاول يقولولنا صح ولا لا؟ مية بالمية كثير صح صح الصح صح 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 ما رودنا